موسيقى رجعنا لكم بفقرة إبداع فقرة إبداع اليوم عم نستضيف فيها خطات وفنان تشكيلي لديه مؤسسته الخاصة المعنية بالخط العربي والفن التشكيلي بدنا نرحب بالفنان التشكيلي جورج رزق الله أهلا وسهلا فيك أستاذ جورج سهلا وسهلا فيكم طبعا شرفتنا بالستوديو وإحنا كتير مبسوطين باستضافة شخص معني بالخط العربي والخطوط بشكل عام بدنا نعرف كيف بدأت مسيرتك بالإبداع وكيف اكتشفت هاي المواهب عندك على أي عمر والله بداية أحب أشكر المحطة وأشكر حضرتك سيد بطول شكرا لإله على اهتمامكم بهذا الفن اللي هو الخط العربي والفن التشكيلي علما تسليط الأضواء في المحطات الأخرى يعني يمكن بكون قليل شكرا لإلك نورتنا شكرا لإلك نورتنا تفتوا إلنا شوي بهالمجال بداية الفنية كانت بأيام المدرسة يعني بالإبتدائية بدك تقولي فحسيت عندي يعني حس الموهبة وتقليد الصورة أو الخط يعني سبحان الله يعني هي إلهام من ربنا صحيح فإنه الموهبة بتبدأ بتبلش معه هو الغير فأنا حسيت أنه عندي هاي الموهبة وحاولت أني أسقلها وحاولت أني يعني وأنا على مستوى أني يعني طالب مدرسة فهي كانت بدايتي يعني بالإبتدائية طريبا طيب خلينا نعرف شوي أكتر عن الفنان جورج رزق الله كيف كانت طفولتك هل كملت دراسة في مجال الفن التشكيلي أو كانت دراستك في مجال آخر يعني لو بدنا ناخد نبذة قصيرة عن الفنان جورج رزق الله إيش ممكن تحكي لنا بدايتي كانت زي ما قلت لك بالإبتدائية وكأني أدخل في مراكز أو معاهد لتعليم الخط والفن التشكيلي للأسف كان زمان طبعا الوضع مختصر وقليل تلاقي من مركز شخصي تبناكي أو معهد أو مركز تعليمي أنه يعلمك فأشأت طريقي بإيدي أنا وإجتهاد شخصي مني على مستوى بداي كان تدريبات شخصية وممكن أنا كنت تشوف صور بتقلدها ها مثلاً تعال مثل ها اه يعني أنا مثلاً كنت أمشي بالشوارع وأطلع اللوحات الإعلانية والآرمات لأن كان زمان تكتب بخط اليد صحيح فلما بتعرف العين هي زي الكاميرا صح لما أروع للبيت أتخيل اللوحة اللي شفت اللي عجبتني وحاول أقلد زيها فها كانت هي الوسيلة البسيطة أيام زمان طيب بمسرتك الفنية إيش حست من أهم الأعمال اللي قمت فيها إن كان بالفن التشكيلي أو بالخط والله على مدى ثلاثين سنة يعني صعب أحصر لك الموضوع طبعاً الخط عندي أو الفن التشكيلي ادخل في أكثر من مجال يعني يعني ممكن أنا المدارس يعني أشتغل فيها مثلاً كوسائل تعليمية حلو للطلاب أهو ولي المحلات بشكل تجاري مهو ممكن يا أشخاص يستفيد من مهنتي صحيح كمثلاً على سبيل مثلاً كتابة دواوين الشعر كتابة عنوين الكتب كتابة كروت الأعراس تصميم اللوغو يعني مجالي واسع في هذا المجال وكل قطعات الحياتية بحاجة تشوف في إقبال كبير من الشارع الأردني إلى الفن التشكيلي وتقدير للخط العربي وأنواع الخطوط التي تستخدموها أنا شخصيا أو أريد أن أحكي عن زملائي في هذا المجال من أجل صعوبات يعني أليل من الناس الذين يتذوقوا فن الخط العربي أو الفن التشكيلي يعني أحياناً تشعر أنه تتعب بالشيء أو باللوحة تعرضيه على ناس أو كذا يعني أكثر من أنه مجاملة آه حلوة وبس بس في طبعاً ناس يعني ما بيخلل موضوع أنه في ناس بيقدر وبيكافئك بالإطراء الجميل يعني هذا الفن الجميل ليش يعني أن ما تطلعوا أو تظهروا أكثر فإحنا ملاقي تشجيع من يعني بنسبة يعني بناش نقول معلومة بس ولا نقول إنه كثير يعني مقبولة بس هاي برضو بتدرها يعني نكون حافز إلنا شفنا بالفترات الأخيرة وما بعث أثبت وافقني عم بيستخدموا الخط العربي بشكل كبير بالدكورات حتى عم بحفروه على شكل خشبيات وبيستخدموها بدكورات المنازل ممكن تحكي لنا أكثر عن هذا الموضوع والله هذا زي ما قلوه فن جديد فن يعني فن إلكتروني أو الحفر بطريقة الليزر آها يعني زمان ما كان هذا الحقيقي كان موجود بس يدويا كان يعني لو حاجة تتعامل مع الحرف بتصنيع يدوي الأيام اللي احنا فيها يعني التكنولوجيا دخلت على مجال الخط العربي كتصنيع للحرف بس مش إنه تكتب الحرف آها فاستفدنا من عملية تنفيذ الحرف بشكل مثلا جميل ممكن يدخل بديكورات الستوديو مثلا بالبيوت بالفلال بالقصور بالأماكن العامة بتعطي شيء من الجمال بشو فيه يمكن صيحات جديدة لاستخدام الخط العربي مثلا هل يستخدم بشكل الشرقي لأنه شوفنا ما أيام بديكورات بيكون معمول له حوالي فريم معين أو إطار معين فيه إقبال على أنه الناز عم تقبل على هذا الحكي على استخدام الخط الشرقي في بيوتهم آآ لاحظت أن هذا الحكي يعني من حوالي خمس سنوات وفيه شغلة جميل أنا لاحظت كمان بشغلي بطبيعة شغلي أنه الأجانب بيحبوا خطنا العربي جميل أنا بيجيني كثير أجانب مثلا بيزوروا لأردن مثلا آآ بيدوروا على خطات يكتب خط يدوي وخاصة أسمائهم أو آآ يعني أنا من يومين جايني مثلا شخص أجنبي يتذوق شكل الحرف وجايب لي قصيدة لمحمود درويش حالو آآ بيقول لي بدي أكتب هذا الكلام أنا مش فاهمه بيقول لي بس أنا عجبني لأفسروله إياه آآ فطرى منيني أكتب له إياه فقدرت له إياه حالو غير أنه صراحة يعني أو كيف دي أقول لك الأجانب يعني دخلوا في الاهتمام أكثر منه كعرب صحيح نوصل لمرحلة اهتمام إنه نحطه على مش راح أقول إنه نحطه على الجسد أو إنه نكتبه على الأجساد يعني مجوز عايش الفكرة عنه مجوز مرفوضة بس إنه تجيذي الشخص الأجنبي اهتمامه بالخط العربي إنه عشقه وحبه وتذوق إنه جعله إنه يحطه على جسمه وللأبد يكون صحيح فيه عنا يمكن صور حضرتك زوت المعدين فيهم إذا ممكن إنه نعرضهم مش هنتعلق لنا عنهم شوي يالت تعليق لنا عليهم شباب الإعداد ممكن يحطوا لنا إياهم طيب خليني أسألك سؤال عبين ما يكونوا جهزوا الصور إذا ممكن نحكي عن الفن التشكيلي وفن الخطوط العربية هل حاليا كواقع في الأردن للخط العربي يكفي كمصدر دخل ولا الناس اللي عاملة في هذا المجال عم بتدور على مصادر دخل أخرى لتغطية نفقاتها أقولك كافي مش كافي أه لأن الأقبال عليه بيكون بحاجة تجارية أكتر ما هي فنية يعني أنا مثلا يعني اللي ممكن يساعدني أو أنه يعني يدخلي دخل أكتر العملية الفنية أنه الشخص يعشق لوحة ويحطها مثلا في بيته في مكتبه في كذا اللوحة عندي أنا ممكن تنباع مثلا خلين نقول بمئة دينار صحيح بعكس الإعلان الإعلان ممكن أبيعه بعشرين دينار أه فأنا بكون تواق أو يعني يعني مستني لحظة أنه الشخص يتذوق ويطلب مني لوحة لأنه الفن والفنان يوجد نفسه باللوحة صحيح باللوحة الفنية مش باللوحة الإعلانية صحيح فأنا أتمنى أنه الناس يعني تقبل من يوم وطالع لأنه تعرض في بيوتها الخط العربي صحيح لأنه جميل جدا أنه واللوحة تطور وبتشكلي منه الرسم أحيانا صحيح أنا مرات بشغلي بدخل في مجال الرسم بالكلمات ممكن أنه نشوف بعض أعمالك الفنية على الشاشة عندنا مثل هيك يعني أنت عم بتحاول تعمل لوحة مثل عم تحكي رسم بالكلمات بالضبط احكينا شوية عن هدول اللوحات ايش ايش من وين استوحيت أفكارهم هذه اللوحات عبارة عن لوغو يعني مثلا هذه مثلا اللي قابليها هي عبارة عن لوغو لإسم شركة أو اسم مؤسسة أو اسم شخص يعني ممكن أحيانا بقول لك اكتب لي اسمي بشكل غريب بدي استعمله مثلا أحطه ممكن استعمله كإعلان لمؤسستي أو كلوغو لمؤسستي أو ممكن استعمله كختم شخصي أو ممكن استعمله يعني بأمر شخصية انه بدي اسمي يكون بشكل غريب فأنا بعمل الرسم اللي انتم شفتوه اللي هو اللوغو بنسميه أو الشعار شعر ممكن يكون شخصي وممكن يكون لمؤسسة أو بشكل عام يعني طيب بالنسبة لهذه الدلة والفنجان هذا الفن اسمه الرسم بالكلمات يعني ممكن أنا أساء أجيب شكل معين وأختار الموضوع اللي بيناسب هذا الشكل مثلا اللوحة هذي بتحكي عن اللهوة العربية حلو وإذا دخلنا بالنص اللي جواها هو من الشعر النبطي اللي بيحكي عن الحبيب وبيحكي عن القهوة لأن القهوة أحيانا إلها شيء من المزاج شيء من الرومانسية صحيح في العلاقة فأنا ربطت بين الشكل اللي هو القهوة العربية وبين الشعر الجميل النبطي وبين الموضوع اللي إله علاقة بالقهوة والشخص المعني طبعا كل هاي اللوحات معمولة بخط يدوي نعم بالضبط نكمل بالصور وبنشوف أحن إلى حضن أمي نعم هذه عجبني اللي هو قصيدة محمود درويش صحيح أحنه إلى خبز أمي فأنا قلت ليش ما أغير مثلا أحنه إلى خبز أمي أحنه مثلا إلى يعني أحيانا يحق للخطات أو الرسام الخروج عن الإضافة كمعنا على النص نعم بالضب فاستوحيت الشعر أو بداية بيت الشعر فقلت لازم ألاقي لها صورة اللي يعني بما معنى أنه تتناسق مع الشعر صح فكان هذا اللي حكي نكمل بالصور هذه خارطة العراق طبعا النص اللي جواها بيحكي حسب طلب الزبون يعني هذي أنا اللي عملتها مثلا هذي خارطة العراق بناء على طلب الزبون بيجيب لي النص بقول لي بدي هذا النص يكون هو الشكل اللي أنا بدي إياه أها فبنفد له فأنت بترسم له الخريطة بالكلام اللي هو بدي إياه بالضبط هو مثلا طلب خريطة في غيره مثلا ممكن يطلب الشيء مثلا من وحي البلد أها يعني لو واحد مثلا شخص إجا عندي أردني مثلا يقول لي مثلا بدي هذا النص أشكل منه مثلا المدرج الروماني حلو أو أشكل منه مثلا المسرح اللي في جرش المسرح الروماني اللي في جرش ممكن أصنع له هذا الشيء بالكلمات جميل في عنا الفتاة هاي بترقص أو يمكن بلرينا هي هي البلرينا بس النص اللي جواها اللي هو قصيدة نزار قباني كلمات اللي غنتها للفناني الكبير ماجد الرومي سيدة ماجد الرومي اللي هي بتقول كلمات يسمعوني حينها يراقصني كلماتهم ليست كالكلمات فأنا دخلت النص بشكل الفتاة الراقصة هذا كمان عن الخيول العربية ونفس الشيء يعني هذا الفن يعني بدي أقولك يعني أنه قليل من الخططين بيتعامل فيه لأنه مش من السهل أنك ترسمي بالكلمات صحيح وشوفنا يمكن آخر صورة هي صورة من الفن التشكيلي نعم لحضرتك طبعا ما شاء الله صور كتير حلوين الله خليك شكرا وإبداع طبعا بدي أعرف وين أنت عم تعرض هاي الصور مشان توصل للناس كلها بس على الطلب ممكن أنك تعملهم آآ آآ إذا أتيحت لي مثلا يعني المشكلة عندنا إذا بدك تعملي معرض شخصي آآ ممكن ما تضمنيش نجاحه أولا لأنه الإقبال يعني هو أحيانا بكون عائق أمام الفنان صحيح فممكن تكلفي حالك في قاعة وفي معرض وفي كذا آآ وتجهزي الأمور هذي طبعا مكلفة بالنسبة لأي شخص مزبوط طبعا فاحتمالية أنه النجاح أو السقوط أو الفشل في هذا المعرض واردة فبتلاقي أكثرية الناس فيه فنانين كثير يعني موجودين في البلد ما بقدروش يظهروا مواهبهم لأنه بتعرفي لغلاء مثلا القاعة لغلاء سعر القاعة لغلاء تكاليف صحيح فلا يقبل على هذه التجربة أنه يقولك أنا بدي أعمل معرض إلا إذا طبعا يعني إله فترة بيعرض ومتمرس وأنا يعني بدوري يعني جوز بستغلها فرصة كمان اليوم أنه بلوم وزارة الثقافة أنه وزارة الثقافة مفروض يعني تعمل معارض مجانية أو تعمل صحيح أو تتيح الفرصة كقاعات للفنانين الموهبين أو المغمورين صحيح لأنه ما شاء الله أنا في الأردن أهتمامات كثيرة يعني إحنا جوز من الأواد جوز اهتمينا بالأزياء اهتمينا مثلا بالأصوات الجميلة اهتمينا بأشياء كثيرة في البلد صحيح إلا بهذا المجال الفن يعني أتمنى على وزارة الثقافة لو تتيح للفنانين أنه هي توجد لهم قاعات طب ما في جهات مثلا ممكنها تعمل لكم مسابقات ممكن احتفالات تقيم فيها الفنانين تعطيهم جوائز معينة يعني ما بعرف ما في جهات ممكن سأتشاركوا فيها للأسف ما عنا وفي عنا جمعية أسوة جمعية الخططين الأردنيين يعني ما احترامي ل المسؤول عليها أو المجموعة اللي تتولى إدارتها ما عندهمش هذلك النشاط اللي يعني واضح أنه يعني يعملوا مسابقات يعني مثلا بالعراق بسوريا في دول الخليج بيعملوا مسابقات وبيدعوا خططين الوطن العربي لأنه الخط العربي إله علاقة بلغتنا العربية يعني شيء أساسي في حياتنا اليومية فبتلاقي هذه الدول أنا براحظه وبتابع على النت وعلى الفضائيات أنه بيعملوا مسابقات وبيعملوا مهرجانات وبيجمعوا خططين الوطن العربي ومش طالبيين مكافأات بس أنه أقل ما في أنه يرعونها أو يجمعونها أو يبرزوا هالمواهب اللي عنا بس هذا اللي يبنيه طيب كفنان أردني إيش بتواجه تحديات غير عدم وجود الدعم الحكومة أو الجهات المختصة بالفنان التشكيلي والخطاط الأردني وكمان إيش ممكن نحكي الإشي اللي ممكن استغفرت لك تقدر توصل لشريحة أكبر من الناس هو الدعم يعني أهم شي دائما الدعم إن كان مادي أو إن كان معنوي يعني الدعم المادي طبعا مش رح نطلب الناس أنه يعني ساعدونا صحيح ما بتطلعش من الفنان بعد هالعمر وهالخبرة وهالمكانة أنه يقول للناس ساعدوني ماديا صحيح بس يعني إحنا بدنا بيساعدونا مثلا معنويا يعني المحطات الفضائية برضو قيلها دور إنه لما بنعرض البرامج اللي بتهتم بالفن بيصير رب الأسرة عنده حب لهذا الفن لأنه بتشجع الفن اللي في خياله من خلال المحطة ممكن بيصير هو ذواق بيخلي حتى أولاده في البيت لو عنده موهبة الرسم وموهبة الخط بيشجعها تعالي عنا لرب الأسرة ورب يعني ولي الأمر لما بيشوف ابنه برسم بيزعل أو بيشوف ابنه بيخطط أو عنده موهبة بيزعل بيقول له لا روح أدرس وبعدين يعني هم شي عند الأب أنه ابنه يدرس صحيح طب ما هو الفن والرسم إله علاقة بالتعليم ولأنه في حصص برضو في المدارس بتهتم بالرسم والخط يعني خليناه لو فيه بس لكن دائماً هم الأب وهم الأم أنه لا روح أدرس على حساب أنهم يقتلوا الموهبة صحيح عند هذا الطفل لأ شجعوا فإنت لما تشجع ابنك ابنك بيكبر بيصير يحب شغل غيره يعني أنا مستعدة يعني في عندي مثلاً أطفال بيجوا بيوقفوا قدام المؤسسة أو قدام المحل تبعي أطفال يعني بس مع منهم كلمات إطراق جميلة ليه؟ لأنه يمكن في البيت تشجعوا أنه من الأهل أنه اهتموا بهذا المجال صحيح نتمنى طبعاً كل الأهل يدعوا مواهب أو أبنائهم لأنه هالجيل الكبير لازم يسلم للجيل اللي بعده والأطفال عندنا هلأ يمكن الأهالي عم بيتفننوا بتعليمهم اللغة الإنجليزية والخط الإنجليزي نتمنى أنه يكون فيه تركيز شوي حتى لو كان من المدارس ووزارة التربية والتعليم للخط العربي بالأسف سوريا بدي يعني الأيام اللي جاي بتحس أنه الخط العربي حتى لغتنا العربية يعني بديش أحكي لفظ أنه بتموت إن شاء الله بترجع بسبب الفيسبوك والسوشال ميديا أنه الولاد طول نهاره ماسك وبيكبس فنسي الإملة ونسي اللغة ونسي العربية اللي هي الأصل في حياتك من وراء الأجهزة الإلكترونية فيريت أنه يعاد في المدارس وفي البيت زي زمان إحنا بكلنا يحيو فيهم زمان كان يعاقبونا بالتعليم يقول لك بكرة إذا طالب أخطأ يعاقبوه بكرة بتيجي ناسخ الدرس ثلاثين مرة فأنا لما بنسخ الدرس ثلاثين مرة بتقوى بالإملة بيصير خطي جميل وفيه مشكلة بواجهوها كمان اللي هم طلاب التوجيهي وطلاب الجامعات لما يكون خطه سيء لأنه ما تدرب يوميا على النسخ تدرب يوميا على التليفون صح فمشكلة راح يتواجهه إنه بس يصير بالتوجيهي خط راح يكون سيء وبالجامع راح يكون سيء فعند تصليح الامتحانات المدرس أو المراقب راح نزل معنا مثلاً خطه سيء صعب جداً قراءته نتمنى مثل ما حكينا أنه يكون فيه تركيز أكبر بالأيام الجاي على اللغة العربية وعلى الخط العربي أيضاً مشاهدينا بنشكر الفنان التشكيلي والخطات جورج رزق الله شكراً كتير لإلك ونورت الستوديو طبعاً وتشرفنا فيك أكيد الله يخليك وأنا كتير برضو مبسوط على الاستضافة اللطيفة شكراً لإلك وبصبح على كل شخص شافني اليوم على التلفزيون إن كان من الأصدقاء من الأهل من المتابعين وبصبح على كل شخص بيتذوق هذا الفن وشكر خاص لحضرتك شكراً لإلك والمحطة الراقية اللي إن شاء الله بتوصل لأعلى المستويات في الإعلام وما بدر أقول لكم إلا شكراً كتير على اهتمامكم على اللفت الجميلة شكراً لإلك ونورت الستوديو مشاهدينا بعدها الفقرة الرائعة مع الفنان تشكيلي والخطات جورج رزق الله نطلع فاصل وبنرجع لنكمل حديث اليوم انتظرونا شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة